اشتركوا في القناة ويتوقع من طلبة مرحلة الدكتوراه أن يكونهم يعني مؤهلين لهذه المادة أو أنهم قد يلزمون في أخذها لكي يكون أكثر استعداداً إن شاء الله عبر الوقت فتنمية تطوير المجتمع أخواني وخواتي هو من أساسيات أقصاد الإلهام أقصاد الإلهام مبدأ أصلاً يقوم على فكرة أننا كيف نحل القضايا الشائكة الاقتصادية من خلال التركيز على المجتمعات ولذلك هو يعني إذا لاحظته في مخرجات التعليم المقصودة من برامج الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي رح نلاحظ أن المقرر هذا مرتبط ارتباط وثيق بالبرنامج ككل بشكل عام طبعاً المقرر أننا رح تشوف كطالب أنت أو أنت كطالبة كيف نستكشف قضايا المجتمع كيف نستعرض خصائصها كيف نحن نركز على الميزات التي تتعلق بالعلاقات بين أفراد المجتمع وبين خبير تنمية اخصاد الإلهام وطبعاً ما هي الهياكل الأساسية التي تربطنا بحيث أن نستطيع من خلالها نبني مجتمعات سليمة يعني سليمة عندها تواصل قوي وعندها تعاون وتعاضد وفي نفس الوقت تكون مجتمعات أيضاً عندها قدرة على أنها تكون تقدم غيمة مضافة للدولة ككل ولا المجتمعات الأخرى القريبة منها ولأن نفسها في الأخير فهو لذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مفهوم قصال إلهام تقوم على بناء الثقافة وعملية التنشئ الاجتماعية وأيضاً بناء ديناميكيات يعني كأن عبارة عن أدوات أو آلات أو تروس داخل المجتمع تسهم هذه من خلال المجموعات على تقليل الصراعات على التعاون على تحسين السلوكيات وتصنع التنمية المستدامة التي المطلوبة من خلال قادة المجتمع من خلال الاهتمام بالمرأة من خلال منظمات المجتمع المدني من خلال الشباب طبعاً وأنه يدعم من الحكومات إن أرادت الحكومات ذلك لذلك يهدف نحن بشكل عام هذه المقرر على إدراك معاني تنمية المجتمع حسب اختصال إلهام تقييم متى وكيف يتم إنشاء تنمية المجتمعات وكيفية إنشاء مجتمعات مختلفة حسب المواقف المتنوعة وأيضاً كيف نوضح المواقف الحياة الواقعية من خلال تنمية المجتمع بشكل فعال وكيف إننا نطور أيضاً التفكير الناقد من خلال التحليلات في داخل تنمية المجتمع طبعاً البرنامج إحنا دائماً برنامجنا والتقييم لكم كطلبة لهذا المقرر يعتمد على المشاريع طبعاً يعتمد على كل جامعة ولكن إحنا كإقصاد إلهام كمشروع عالم إقصاد إلهام نركز في الحقيقة على المشاريع أكثر منه على فقط ما يفهمها الطالب لأنه نريد ما يدركها الطالب في فرق بين إدراك والمعرفة المعرفة أنك تعرف ما أهمية الشيء ولكن الإدراك هو قدرتك أنك تطبغ الشيء في الوقت المناسب في المكان المناسب وبكفاءة عالية فلذلك نركز على أن تكون في كل مقرر في مشاريع وهي تأخذ الوزن الأكبر بإذن الله طبعاً رح يكون في داخل المقرر مواضيع مثل مراجعة كيفية بناء النماذج ملهمة في داخل جزء من تنمية المجتمع كيف أن يكون عندنا مختبرات صناعة قصص تنمية مجتمعية كيف أن نستخدم أدوات التنمية المجتمعية ونطورها كيف نطلع بمبادرات ومشاريع تنمية مجتمعية لو كان واحدة من مشاريعنا كانت هو في الحقيقة عن القرى الأمازيغية طبعاً رح نتحدث بشكل مسهب في الفصل في الناس المسجلين معنا من خلال الأسادة من خلال التمارين عن هذه الحالة الحالة هذه أن القرى الأمازيغية هي تعيش في حالة من الفقر وتعيش في حالة من انقطاع في كثير من انقطاعها للتعليم بناتها مثلاً ما تتعلم وكذا فأحنا أتينا وبدأنا نعمل مع القرى الأمازيغية على أن يكون في أن هذا النوع التعاون الذي بينهم الأمازيغ معروفين بالتعاون خاصة في الجبال عفواً ليسوا في المدن ولكن الذين في الجبال وفي القرى معروفين بتعاضدهم وتعاونهم مع بعض البعض خاصة إذا أتاهم ضيف معروفين بكرمهم أيضاً بالرغم من فقرهم فبالتالي قل لهم عادات وتقاليد يعني فعلاً مميزة في الأخلاقيات وكذا فهؤلاء القرى احنا أخذ نماذج قريتين بدنا نعمل معها كيف نستفيد من هذه الروح تعاضد في مفهوم السياحة البيئية كيف أن مثلاً يكون لما يكون الزوار لا يتأثروا بالمماظر وبالجمال المنطقة ولا كذا لا ولكن بالأخلاقيات والممارسات التي يقدمونها مع بعضهم البعض كقرى وكقبائل متعاونة طبعاً لذلك نقول تنمية المجتمع في اقتصال الهام هو شيء أساسي ونرح نرى كثير من الأمثلة في هذا الشأن فمفهوم التنمية المجتمعية في اقتصال الهام يقوم على التنمية المجتمعية التي عبارة عن جهود متراكمة ومركزة تبدلها المجتمعات تبدلها المنظمات المجتمع المدني يبدلها الأفراد المهتمين أصحاب الأفراد الملهمين الهدف منها الارتقاب المجتمع لما نقول الارتقاب المجتمع يعني رفع قدراته يعني ليس الارتقاب المجتمع بس كلام بفضلاء ترى كلمة اقتصادية فليست فقط هي كلمة اجتماعية الارتقاب معناته رفع قدرات المجتمع وليس ضخة بموارد فقط رفع قدراته أنه هو يستكشف موارد هو يستكشف ما يستطيع أن يعملها الآن ويضع نظرة وتصور بعيد لما يريد أن يصل إليه وهذه طبعا السابق فنرى أنه مفقود في عالمنا العربي يعني باجتماعات معظمها ما عنده نظرة للغد عنده نظرة اليوم كيف تعيش تشتكي على حال اليوم لا تشتكي على حال الغد بينما لو انشغلت بالعمل للغد من اليوم اللي نسميحنا مفهوم الاستشراف لكانت ارتقت بأهدافها الإنسانية والحضارية والاجتماعية والعلمية لذلك نحن نريد مجتمعات تعمل بالأربعة مسارات في نفس الوقت بشكل متشابك أن تكون ترتقي بالأهداف الإنسانية ترتقي بالأهداف الحضارية في كل مجروع نعمله نقول ما هو أثره على الإنسان ما هو أثره على ترك الأثر والحضارة ما هو أثره على الحياة الاجتماعية والتعاضد والتعاون والاستقرار الاجتماعي وهكذا والأمن الاجتماعي ما هو أثره على العلمي وكيف رح نشره أنا ويكون لأثر علمي وطبعا في الأخير هو العائد العائد سوف يكون مجموعة هذه الأشياء كلها العائد الاقتصادي العائد النفسي وغيرها من الأشياء تتطلب تنمية المجتمعات إذن القدرة على توفير وسائل التجدد والكفاية والاتصال والوضوح لازم عندنا وسائل نستخدمها عشان نصنع التجدد في المجتمع لازم عندنا وسائل ترفع كفاية المجتمع وأن ترتقي به لأنه ما يكون هو ذليل محتاج يبحث عن مساعدات دائما وكذا ترفع من قدرتها على الاتصال لأن نحن قلنا كل المجتمعات سليمة هي مجتمعات عندها قدرة على التواصل بشكل صحيح وأيضا ترفع من قدرتها على أن يكون هو واضح في مسيرته عنده وضوح في وين إلى أين هو ذهب كمجتمع وبالتالي التنمية المجتمعية هي محرك أساسي لمصادر للهام لأنها هي رمز من رموز تقدم الأمم وازدهارها وبالتالي لما كل ما يقحت للتنمية المجتمعية أو تحقق نتيجة أو عملة من العملات التي تسهم في التنمية المجتمعية معناتنا بدأنا نحط أساس لمصادر للهام في داخل هذه المجتمعات فالمجتمعات اليوم أخوانا وأخواتي يعني محتاجة للهام لأنه هو نوع من الاقتصاد الذي يتغلب على السيطرة الجهات الأعلى يعني نقول تأثير بدون سلطة وبالتالي هو في الحقيقة يبعد عن إنسان عن مفهوم الاستعباد إن الإنسان يكون ضحية للآثار اللي تكون عليه دائما العالم رح يكون غير مستقر ورح يكون في صراع بين القوى الخير والشر وهذا سنة الله في الأرض وناس سمونها سيازة وناس سمونها ولكن هي صراع بين الخير والشر بشكل يعني أو بآخر فاقتصاد الإلهام يعمل إنه يبني مجتمعات في الحقيقة هي تكون عندها ميزات أنها تعمل تطوير واستدام ولكن دون أن تخلف آثار سلبية على البشرية وعالبي يعني هناك نرى كثير من الدول الغنية التي ساهمت في تطوير مجتمعها تطوير ولكن هو ليس تطوير هو نمون المجتمع في مثلا وضعات مراكز صحية وضعات مدارس بدأت بنت العمارات بنت يعني وضعت انشأت الشوارع رصفت الشوارع وكذا يعني دول خاصة دول الخليج مقارنة بالدول العربية الأخرى ترى هنا منظمة وكذا لكن هل هي فعلا حققت تنمية مجتمعية هل ارتقت بالإنسان وطريقة تفتيرة لو الإنسان هذا انتهت منه المادة هل يستطيع أن يعيش اليوم هل يستطيع أن يصنع شيء يعني في الحقيقة ذات قيمة مضافة للإنسانية هذا هو في الحقيقة التنمية البشرية والمجتمعية المفقودة في مجتمعات هل عندها يعني منظمات فاعلة في المجتمع المدني هي تسهم وتساعد الحكومات لو صار في أزمات كبيرة لا هذه لما نشوفها في الدول الغنية مثل دول البترول سواء دول الخليج أو غيرها لكن لما نشوفها في الدول المتقدمة دول السكندرانفية رجل دائما تحصل على مؤشرات العلف في التنمية البشرية وتنمية استدامة رح نلاحظ أن هذه دولها أي بالرغم أنها عندها مبالغ كثيرة وعندها موارد كثيرة موارد أكثر من البترول عندها ومستدامة لأنها ارتقت بالإنسان خلت الإنسان هو يرتقي بطريقة التفكير مع اختلافنا مع الغرب أنهما ناس وصوليين ناس يمكن قد يكون هما يستخدمون كثير من المفاهيم للحقوق الإنسان وغيرها ولكنها ارتقت بالإنسان بشكل عام ارتقت من مستوى تعليمه وتفكيره واستخدامه للتعليم أنا يعني يوم ما يمني يعني كثير من الدول الدول العربية وخاصة دول الخليج لأنها تدعينها عندها أوكي نسبة تخرجين كثيرين يتخرجون ما عنده بس شهادات ثانوية لك عنده شهادات عليا لكن شا سويانا في الشهادات العليا إذا هو ما فيه إنتاج ما فيه أبعاث يعني شهادة العليا مفترض أن يكون معناته ترتقي دولنا في مؤشر لبداع العالمي اللي هو يسمون innovation index وهذا لم يتبين فهذه يمتلع أن التنمية المجتمعية سعادتها تكون فضفاضة كلمة فضفاضة ولكن لا تحقق الأهداف الأكبر فالتنمية المجتمعية نقصد فيها قضاء الفقر القضاء على الفئات الهشة الاستعداد للمستقبل بناء مجتمعات أكثر بشرية أكثر مرونة عندها قدرة على المساهمة في التنمية المستدامة وبالتالي هي مجتمعات ليست بمعزل عن الدول الأخرى مجتمعات لها تأثير في الحقيقة بسبب اعتمادها على نفسها وعلى مواردها الداخلية ولكن من خلال شراء مع منظمات المجتمع المدني واتفاقيات ومعاهدات هذه لا بأس فيها ولكن تهدف إلى أن تتجاوز في الحقيقة أي سيطرة الموارد الناظبة وتركز على الموارد المتجددة الموارد التي تصنع في الحقيقة الإنسان وترتقي به بشكل عام هذه طبعاً هي مقدمة أنا حطيتها لكم وكنت تقرونها انتو بشكل عام إذا اقتصاد الإلهام هو عبارة عن مختبر مجتمعي اقتصاد الإلهام بشكل عام هو مختبر كبير داخل مشروع الدول اقتصاد الإلهام اقتصاد الإلهام هو مفهوم ومنهجية كمختبر مجتمعي يقوم على استكشاف الفكرة الملهمة فهو كأن يجعل المجتمع يعني يستنشق هواء نقي وبالتالي يغرس بداخل من جديد في داخلنا من جديد طبيعتنا الأصلية وعيد طبيعتنا الأصلية ويهدف إلى في الحقيقة التحول من تطور أو نمو مؤقت إلى نمو يصنع تطور حقيقي ومستدام الأثر ويهدف إلى أنه يساهم على يرفع قدرة الإنسان والمجتمع على الاستكشاف للشيء الجديد والفكرة الجديدة والأهداف المحددة ومن خلال تساؤلات و يعني وصلات من النميض الوميض عفوا واستيخاذ للطاقات أيضا وأيضا شعور نابض بدور الإنسان بدور هو كإنسان وكمجتمع نحو الحياة من خلال استثارة تؤدي إلى تجاوز القناعات السابقة فهي شيء صير أني عندي في العقلية مالتي اللي هي العقلية اللي هي مرة ثانية مكونة من أربعة أشياء ذكرتها لكم في المقر الأول اللي هي فرضياتي قناعاتي في الجزء الأول ثم عاداتي سلوكياتي ثم ردد أفعالي هذه الأربعة أشياء لما تبتدي تهتز أو تستثار تبتدي عندنا استنتاجات جديدة نسميها رفلكشنز فبالتالي ننظر إلى الأمور بطريقة متجددة طريقة تفكيرنا نخرج على المألوف بدون خوف بدون تردد لكي نعمل المستحيل ونتحول من تفكير ندرة لو أن هذه المشكلة بس لهذا العل ما في لها حل غيرها لا 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 في عدة فرص لهذه المشكلة وأن هذه المشكلة تتحول إلى مصدر للتطور تسعين في المئة من المشاكل اللي يتعامل فيها خصوصا للهام نحن ما نهدف لحلها فقط لحل المشكلة وسادها يعني خلاص نغطيها لا نهدف للمشكلة هذه نصنع منها تطور نصنع منها شيء هو في الحقيقة يصنع تطور للإنسانية وبالتالي يقلل من النقاط العمياء في داخل المجتمع فبالتالي نبحث عن تطوير في الحقيقة هو مبني على على تفكير يضع توجه واضح يشعل الحماس فينا يعطي في الحقيقة معنى للوجودنا في الحياة وبالتالي تفكير يبني قناعات جديدة يساهم في أداء تنافسي تفكير يساند إدارة تغيير لأن التردد ممكن تكون تفكيرك ذكي وتكون أنت ملهم لكن لأنك متردد فالهمك ما ينتقل للآخرين فينتهي إلهامك عبر الوقت وتفكير أيضا يصنع تطور في الأخير أن هذا التغيير ليس الهدف الهدف هو أن نصنع تطور في المجتمع يصنع الأثر وبالتالي هذه هي منهجية تخصى الإلهام في تنمية المجتمعات أتوقع أخواني وإخواتي نقف وياكم في هذه الحصة الأولى عند هذا النموذج ونكمل معاكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر